ماذا؟ وزير تشغيل في المغرب؟ بقاء المحاضر ديال نزاعات شغل تطلع عندو تطلع عليها نعم بمعنى شنو؟ بمعنى أنه نفرد نقولك نفرد هناك نزاع شغل بين المؤسسة المشغلة الاتحاد الاشتراكي وبين أجيرين داخل هذا الاتحاد الاشتراكي نفرد بمعنى هذه فرضية ماذا؟ هذا الأمر أمر يعني كبير جدا ويزعزع زعم أركان وزارة تشغيل ويوقفوا مهام الحكومة باش سيد الوزير تشغيل يكون على تطلع بالأمر ويستعملوا داخل نقاش داخل قبة البرلمان أعتقد على أنه يعني هذا الأمر تخلينا نفكره واشهد الناس من رجالات الدولة التي يمكن أن نعتمد عليهم في بلادنا أولا لا وتصور معي على أنه عشرات شكايات ديال الشغل أنت تعرفها من دوبية الشغل الإقليمية والجاوية في المغرب كامل كان فيها مؤسسات كبراء كان فيها وزارات كان فيها أحزاب كان فيها نقابات كان فيها مؤسسات اقتصادية وزينة كده بمعنى لو أنه زينة كل مرة نخرجوا هذه المحاضرة ويأتي ويزير الشغل ويقولها في البرلمان ويستعملها لمصلحات شخصية لأنه كان يرد على سؤال يمسه كشخص لو أننا كنا في بلد ويستعمل الإنسان فيه سياسي فيه يدركوا ما هي القيم النبي للديمقراطية كان يجب أن يقدم السيقالات لا يمكن أن تكون وزيرة للشغل عضو في المجلس الإداري للاسان أساس ضمان اجتماعي ونصرحش بالمستخدامين ديالك وانت رئيس المجلس الإداري للاسان أساس اشتركوا في القناة